بكم مجددا بداية احتلت الجزائر المرتبة 103 من أصل 175 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2016 حسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات حول قياس مجتمع المعلومات والذي يعرض لسنة الثامنة على التوالي أحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم التقرير الذي تصدرت فيه كوريا التصنيف العالمي أشر إلى أن هناك تفاوت كبير فيما يخص تطور تكنولوجيا في الدول العربية كما أوضح تقرير أن قرابة 80% من الأشخاص في الدول المتقدمة في العالم من بينهم ما يستخدمون الأنترنت إلى موضوع آخر مع اقتراب موعد المصادقة على قانون التقاعد تعالى نداءات الفلاحين لتقليص سن التقاعد باعتبار مهنتهم لا تخلو من المشاق والمتاعب على غرار الصحة والتعليم صوريا شعلال وفوزيام السعدي على بودي مرمى حجر من الفصل في ملف التقاعد الذي لا يزال هاجسا يؤرق قطاعات عدة تتعالى أصوات الفلاحين للمطالبة بتقليص سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 65 باعتبارهم عمال غير أجراء عمر في العقد السادس من عمره ومن سوء حظه أنه يعاني من أمراض مزمنة جراء مهنته الشاقة وبالرغم من قضائه أزيد من 40 عاما في خدمة أرضه إلا أنه مضطر للانتظار خمسة أعوام أخرى للاستفادة من التقاعد ملف التقاعد الذي أخلط الأوراق على الحكومة قليلا بقطاعات عدة الفلاح هو الآخر يحبس أنفسه في ظل شح المعلومات من الجهة الوصية نظمت اليوم شركة كاش لتأمينات يوما دراسيا بحضور زبائنها والمتمثلين في الشركات الاقتصادية واستعرضت بعض الحلول التأمينية المبتكرة والمتواجدة دوليا لمواكبة المستجدات التأمينية العالمية والغرض من هذا اللقاء تقديم منتجات جديدة للزبائن التغطية كانت لإيمان عياش تأمين مرتبط بالإعادة التأمين في المخاطر الكبيرة وفي الشركات جنرال ما نحكم معي شاف نحكم الريس كما سوناتراك نحكم الريس كما يرالجيري كما كنان كما تسيلي أرلاين نحكم الريس كما سوناتراك في قطاع التجارة نضمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لقاء جمع بين رجال الأعمال الجزائريين ورؤساء المؤسسات الرومانية الناشطة في مجال الصناعة الغدائية اللقاء بحث فرص التعاون والشاركة لإقامة مشاريع وخلق استثمارات وكذا الاستفادة من الخبرة الرومانية في المجال عقيل حشاني رصدت التالي البعض والذكر المكان والاستفادات ciert مهما يبجرون وماذا يمكن أن نفعل في رومانيا. المتحدة بين الوزنين هو أكثر من 500 مليون دولار. ولكن لذلك يمكن أن نفعل في رومانيا إلى الالجرية. لذلك نظر لذلك نظر لذلك نظر لذلك نظر لذلك يمكن أن نفعل في الالجرية. جاءوا يشوفوا السوق الجزائرية الهدف الأول هو تبدل تجاري وكذلك صناعة إنشاء شراكة مع شركة جزائرية في موضوع آخر فد تقرير صادر عن الشركة الوطنية للملاحة أنه في إطار تطوير قطاع النقل البحري بالجزائر تم التوقيع على اتفاقية شراكة جديدة بين كل من الشركة الوطنية للملاحة ناغ سبيا والشركة العالمية الرائدة في مجال النقل البحري سيما سيجيم الاتفاقية التي تتمحور على ثلاث نقاط استراتيجية منها العمل على تطوير التعاون العملي الرابطي بين خط الشحن المشترك بين أوروبا الشمالية وموانئ الجزائر وكذا التعاون اللوجستيكي بين حويات الشركتين الجزائرية والفرنسية على حد سواء بهذا نأتي ويكم مشاهدين إلى ختام الموجز شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء